وقال فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يرى أن مجرد تعامل ولاة الأمور مع الكفار استقبال سفرائهم أن هذا يعد أمرا محرما فهل هذا الرأي صحيح؟ هذا رأي باطل نحن نتعامل مع الكفار بالتجارة والبيع والشراء والانتفاع بحبراتهم ونتعامل معهم بإرسال المراسيل والسفراء للمقاولات هذا أمر أباحه الله لنا مع هذا لا نحبهم في قلوبنا وإنما هذه مصالح دنيوية مصالح متبادلة بيننا وبينهم هذا من التعامل للمصالح وليس هو من الولى والبرى نعم كان الكفار يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم تفاوضون معه وهو في المسجد يدخلون عليه في المسجد ويتفاوضون معه عليه الصلاة والسلام نعم